بقى دي خالص اه اه اتقد انه مسألة بيع فقط اي تنك سو كان في دور نفسك تعملي في رمضان اللي فات بعد ما تركتي على المسلسلات اه كان في دور في الحشاشين يا سلام اوه اني دور الدور اللي اميت بقيه النجمة السورية سوزان النجمة دي اللي هي كانت بتربي البنات اوه امتاز علشان هو ده الوحيد القانيف اوك يعني جبلي شخصها نسائية تاني deck ومن الـ cette age det اول جدا길 ناها الكاركتر بقى فيها ليرز كتير فيها ليرز كتير وده هتحدي الممثل تحبي دور الأم؟ أو الجدد دواتي في مفترق طرق؟ ما هو مفروض على أيا بردو نرجع للإنت بتحبيه ولا مش بتحبيه؟ لا يعني أنا بالنسبة لي طبعاً بحبه لأنه هو ده شغلي يعني هو ده الأفيلب يعني فكرة الأم والجدد ما بتدايقنيش وما بتدايقنيش إن أنا أبقى أم أي حد كمان يعني مثلاً لو كان في عتبات الباجة كنت طلقت أم الدكتوري حياناً ما كنتش أزعى بس ساعات يعني ممكن تقدمي وإن كده حصل محارتك قدمتي نفس الدور بتوفيرجز مختلفين بختلفات في ليلة أجيني كنت الأم المتسلطة أو اللحابية أو الزيادة على اللزوم على ابنها ونفس الكلام شوف نفسها نقفة إمبراطورية ميم مع الفارق إزاي لما حالتك يجيليك موضوع تقريباً نفس الموضوع أو نفس الكاركتر تقدري تقدميه بفيرجنز مختلف لأنه ده كمان أجيني كان تقيل وكان فيه ماستر سينز كتيرة آه بس أجيني مش بس الأم المسيطرة لا يعني هي أعلى ابنها علاقتها بابنها تشبه شوي بس كت أكتر في أجيني صح آه بلاس هي كمان كان عندها يعني ستة حربوءة كده يعني بتحط مناخرها في شؤون الجيران آه آه ستة كده يعني سناء لا سناء 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 ما كناش عارفين نحبها ولا نكرهها ولا سناء هقولك يا مشكلتها براتوريتني إنه هي حاسة ما كانتش عايزة بنتها تتجوز مختار من الأساس من الأساس وبنتها وقتت ضد رغبتها وضد رغبة أبوها وجوزته بعدين ماتت فهي محملة هندرد برسنت المسئولية فهي مش متحكمة في ابنها عشان إنه ما يتجوزها عشان حاجة نعم عشان عايز يتجوز فلان أخت اللي موت ابنها اللي موت بنتها وده برضو نعمل إسقاط النفسي يعني إيه الشماعة زي ما كنا منتكلم ع الشماعات أوكي لما ما تعرفش تحزن على حبيبك قوي يطلع غضر يقول يقولو سبلين حد عشان تنفس المشاعر السلبية فهي فتلت محملها لحد ما تصلحت معاهم الخطوبة في آخر حلقة ممكن في الحقيقة يحصل الحد اللي ماسك قوي في حاجة كده ممكن يغير فعلا الرأي عشان بس الهابي ولا الهابي أنك بس عشان التليفزيون لا ممكن إيه اللي يخلي ده يحصل الإنسان العقل اللي يراجع تصرفاته ويحلل نفسه يعني زي ما الخواجات بيقوله فاست ميوزيك حط الموضوع قدامك بقى وشوف وشوف مصلحته في الأول وفي الآخر أشوف شوف الحقيقة فين ما كل واحد فين عشان يرتاح بيضحك على رفسه في حاجاتك وانت مش بتمثلي دلوقتي أو مش عندك أدوار وكده بتقضي وقت فراغك في إيه بما أنك قلت أنا ورك هاليكم بقدر شوف